اشتركوا في القناة مطلوب مننا مستوى ثالث ومستوى رابع بيجي السؤال على شكل ضع دائرة كبل ما نبلش شرح الاشتراقات بعطيني مجموعة من الكلمات كيف ننميز هاي الكلمات هل هي ضرف هل هي حال او هل هي adjective هل هي verb نبلش رقم واحد الادفيرب الادفيرب ضرف او بيسموه حال اختصاره ADV الادفيرب اي كلمة انتهت بL-Y واذا شطبنا ال-Y من الكلمة بتصفي الكلمة صفا نقيدها مرة تانية الادفيرب اي كلمة انتهت بL-Y اذا شطبنا ال-Y من الكلمة بتصفي الكلمة صفا مثال beautifully adverb كيف عرفنا الادفيرب فيها ال-Y شو الصفة منها beautiful في حال حدف ال-Y تصبح الكلمة صفا اجي كتب صفا رقم اثنين verb رمزه V فعل الفعل بعطيني مجموعة كلمات هو طبعا الاقل حروف يعتبر الفعل الفعل له ست مقاطع نعيد مقاطع الفعل مثال على الفعل socialize i-z-e فعل soften e-n فعل communicate a-t-e فعل نعيد مرة ثانية الادفيرب اي كلمة انتهت بL-Y لو حدفنا ال-Y من كلمة بصفة الكلمة صفا الفيرب يعتبر الأقل حروف وللفعل ست مقاطع اللهم i-s-e i-z-e i-d-e i-f-y والنسوان a-t-e e-u e-n الآن بننقل لشرح الادجيكتف الادجيكتف يعني صفة تنتهي في a-d-g في قصة بنا نحكيها الآن عشان نحفظ مقاطع الصفات أشهر مقطعين للصفة e-d و i-n-g إذن لما أحكي كلمة أشهر e-d i-n-g الأشهر e-d i-n-g في واحد أقرط بقرط بال-s بحكي s-f الأقرط بحكي عن ال-s-h-f نعيد الأشهر e-d i-n-g الأقرط s-h-f في حيوان اسم الحيوان إبل بوكل أبل الإبل بوكل أبل نعيد الأشهر e-d i-n-g والأقرط s-h-f الحيوان إبل بوكل أبل الحيوان بقولك أنا اتخدت أراري أراري في واحد خليلي اسم الخليلي أوس شو بحكي أوس قال أنت وأنت فلس نعيد الخليلي بحكي اسمه أوس بحكي قال أنت وأنت فلس نعيد مقاطع الصفة أشهر مقطعين ال-ed وال-ing والأقرط بحكي عن ال-s-h-f الحيوان إبل أبل حكى اتخدت أراري والخليلي اللي اسمه أوس شو بحكي قال أنت وأنت فلس نعيد مرة ثانية درس الاشتقاقات من البداية لات فيرب يعني ظرف أي كل ما انتهت ب-ly ولو حذفنا الإلوامي للكلمة بتصف الكلمة صفة مثل beautiful صارت beautiful الفيرب يعتبر الفعل لأقل حروف بنتي بهذه المقاطع i-se i-ze i-de i-fy والنسوان أتن جينا رقم ثلاثة الأدجكتف حكينا فيه عنا قصة من نرويها الآن الأشهر ed و-ing والأقرط s-h-f الحيوان إبل بوكل أبل حكي الحيوان اتخدت أراري والخليلي اسمه أوس قال أنت وأنت فلس جينا لمن للنون النون اسم بختصره بالحرف الاسم بحب الآيون الاسم بحب الآيون أي كلمة تهتب الآيون تعتبر اسم بعدها e-r-o-r-u-r-e نعيد مرة تانية الاسم بحب الآيون e-r-o-r-u-r-e في شاب اسمه أنس بقولك إنسة أنس بحكي إنسة نعيد الاسم بحب الآيون e-r-o-r-u-r-e أنس بقولك إنسة شو إنسة؟ الدم شب هد نعيد الاسم بحب الآيون e-r-o-r-u-r-e أنس إنسة الدم ع سفينة هود وهي بنسميها الكلمة الزنخة اللي هي كلمة من تستي تي أتش من تستي تي أتش من تستي تي أتش من تستي تي أتش نعيدها الاسم بحب الآيون e-r-o-r-u-r-e اسم الشب أنس بقولك إنسة الدم ع سفينة هود الكلمة الزنخة من تستي تي اتش هاي من تستي تي اتش بعتت مسج هي نسج لا اسم بعتت نسج لا اسم اي سي اس و دي جي اي نعيد الاسم الاسم اي كلمة انتهت ب اي او اون اي ار او ار يو ار اي اسم الشاب انس انسا الدمعة سفينة هود من تستي تي اتش بعتت نسج لا اسم اي سي اس دي جي اي الان قبل ما نخوض في مسائل حل الاشتقاقات كيف انه نحدد الكلمة هل هي adverb هل هي adjective هل هي نعم؟ أول خطوة criticize, critics, critical, critically وين الظرف؟ لاحظوا هاي انتهت ب-ly معناته هاي الظرف اللي هي adverb في قاتب تحكيلي إذا حذفت ال-ly من الكلمة تتصف الكلمة صفة إذن هاي صفة أي كلمة انتهت ب-ics تعتبر اسم وهاي الكلمة انتهت ب-ise تعتبر فعل نروح للمثال الثاني qualify, qualification, qualified وين الظرف؟ ما فيه ظرف لأنه ما فيه ال-y هاي الكلمة انتهت ب-ion أي كلمة انتهت ب-ion تعتبر اسم هاي الكلمة انتهت ب-ed تعتبر صفة وهاي الكلمة انتهت ب-if-y تعتبر فعل نعيدها مرة ثانية الظرف بنتي ال-y إذا حدفنا ال-y من الكلمة تصف الكلمة صفة وحطها جنب الفعل يعتبر الأقل حروف والفعل له ست مقاطع ise, ize, ide, ify والنسوان أتن حطها جنب الصفة أشهر مقطعين بالصفة ال-ed وال-ing وفي واحد أقرط بحكي عن ال-s, h, f والحيوان إبل بوكل أبل حكى الحيوان اتخذت أراري A-R-A-R-Y والخليلي اسمه أوس بحكي آل انت وأنت فلس وآخر شيء الاسم بحب الآيون بعدها حرف ال-R E-R-O-R-U-R-E في شاب اسمه أنس بيقولك إنسة الدم ع سفينة هود والكلمة الزن خليه كلمة منتستي تي أتش بعثت نسج نس وإيج لا اسم I-C-S وD-G-A الآن بعدما حددنا كل كلمة شو هي أتكتبوا لصفة بلنا الآن خطوات حل سؤال الاشتقاقات أول خطوة نطبق قاعدة اسمها صافح صاد نحكيها مرة تانية صافح صاد الصفة بعد الصفة إيش؟ اسم الاسم قبله صفة الاسم بعده فعل الفعل قبله اسم الحال بعده صفة والحال قبله فعل ننظر ما بعد الفراغ إذا بعد الفراغ ما دلني ها بعد الفراغ ننظر ما قبل الفراغ إذن قبل ما نخوض قواعد الاشتقاقات لازم نطبق قاعدة صافح صاد ننظر ما بعد الفراغ بعد الفراغ ما دلني ننظر ما قبل الفراغ خلينا نطبق بالأمثلة هاي كريم is a journalist أول إشي بنقسم الكلمات هاي الكلمة انتهت بأيون تعتبر اسم هاي الكلمة انتهت بإيدي تعتبر صفة وإي إف واي تعتبر فعل بتطلع بعد الفراغ أعطاني بعد الفراغ كلمة فيها آي أس تي إذن هاي الكلمة اسم وحسب قاعدة صافح الاسم إذن الفراغ كبله الحل صفة مثال الثاني the graduation ceremony was a very occasion بنحل الكلمات هاي الكلمة ظرف كيف عرفناها ظرف لأنه انتهت بإل واي الأبل من مقاطع الصفة ممري ذاكرة تعتبر اسم بتطلع بعد الفراغ بعد الفراغ كلمة انتهت بأيون الأيون اسم وحسب قاعدة صافح الاسم قبله صفة والحل بده يكون مورابل إلى الآن مثال الثالث it is a learning experience for young people حسن بعض الطلاب بشوف الـ بقولك الحل اسم هذا الكلام خطأ بنطبق قاعدة صافح هاي الكلمة انتهت بأل واي إذن هاي الكلمة تعتبر إيش؟ ظرف الآل من مقاطع الصفة والإي سي أس تعتبر اسم والآي أس إي تعتبر فعل بتطلع بعد الفراغ أعطاني بعد الفراغ كلمة فيها آي إن جي هاي من مقاطع الصفة حسب قاعدة صافح الصفة الفراغ قبلها مهناتو الحل حال اللي هو الضرف الواي آخر كلمة this survey has a limited فراغ نقطة بنحدد الكلمات هاي الكلمة انتهت بأيون أيون تعتبر اسم والإي دي صفة فبتصفي كلمة كونكلود فعل بتطلع بعد الفراغ بعد الفراغ أعطاني نقطة مهناتو ما بزبط بعد الفراغ ننظر الآن متى ما قبل الفراغ قبل الفراغ كلمة فيها إي دي limited تعتبر هاي الكلمة صفة وحسب قاعدة صافح صفة إذا الفراغ بعدها الحل اسم إذن الحل كلمة كونكلوجين إذن هاي الجزء الأول من شرح قاعدة الإشتقاقات الآن في حالة ما ضبطة قاعدة صافح نلجأ لقواعد الإشتقاقات قواعد الإشتقاقات قاعدة رقم واحد إذا الفراغ بأول الجملة بعده فاصله باستخدم الواي يعني ظرف الفراغ بأول الجملة بعده فاصله باستخدم الواي ظرف مثال فراغ we have chosen the players لاحظوا الفراغ بأول الجملة بعده فاصله معناته الحل شودي يكون ظرف الظرف هو الكلمة اللي ننتبتهي لوال معناته الحل الترديشنالي رقم اثنين بعد التو نستخدم فيرب بعد التو باستخدم فيرب مثال teachers have to لاحظوا قبل الفراغ فيه تو معناته الحل فيرب هاي انتهت بأيون تعتبر اسم هاي الال صفة والفعل اللي هو educate رقم ثلاث بعد المودلز باستخدم فيرب للتبكير شو هم المودلز كان وكود ولو وود وشل وشد والكلمات اللي فيهم حرف الام may ومight ومست كان وكود ولو وود وشل وشد ومي ومight ومست هدول باستخدم بعديهم فيرب مثال سارة مست فراغ قبل الفراغ فيه مست مست من المودلز هاي هون معناته الحل فيرب نقسم الكلمات هاي الكلمة انتهت بأيون تعتبر اسم هاي الكلمة انتهت بأيون تعتبر اسم هاي الكلمة انتهت بإيدي تعتبر صفة والفعل اللي هو الحل concentrate نعيد مرة تانية اذا الفراغ بأول الجملة بعده فاصل باستخدم الواي بعد التوب باستخدم فيرب بعد المودلز باستخدم فيرب للتذكير المودلز كانوا كود ولو وود وشل وشد ومي ومight ومست الان قاعد الرقم اربعة بعد فيرب تو دو للتذكير الدو اللي هم يدو وداز ودد بعد فيرب تو دو دو وداز ودد باستخدم فيرب مثال لاحظوا هون عندي فالحال بدي يكون هاي الكلمة انتهت بابل تعتبر صفة وهي كلمة انتهت بأدش تعتبر اسم فالحال شو بدي يكون كلمة نو بعد الدو لهم دو دز و دد بستخدم فيرب قاعدة رقم خمسة بعد اليو بستخدم فيرب قصدنا باليو يعني الفاعل اي وي وذي بشرط أن لا يكون فاعل بعد الفراغ وإذا كان بعد الفراغ فيه فاعل فالحال بيكون ال-Y مثال I فراغ all the battle لاحظوا لدينا I وall ليس فعل معناته الحل هون بدي يكون فعل وين الفعل من هاي الكلمات هاي الكلمة انتهت بأنس تعتبر اسم هاي الكلمة انتهت بكلمة أنت تعتبر صفة معناته الفعل دمونيت رقم ستة make ولدتهلب بعديهم كلمة هاي الكلمة ممكن تكون ضمير أو اسم بعد الضمير أو الاسم بستخدم فيرب make ولدتهلب بعديهم كلمة ممكن الكلمة تكون ضمير أو اسم بستخدم فيرب زي المثال عندي can you let me فراغ the wrong ones الآن بطلع عندي لد بعد اللد فيه ضمير لهومي بعديها فراغ الحل هم بدي يكون فيرب وين الفرب من الكلمات هاي هاي الكلمة انتهت ب-Y تعتبر ظرف إذا شطبنا القلوة بيتصفي هاي الكلمة صفة هاي الكلمة انتهت باسم تعتبر اسم وكريتسايز هي الحل بننخص حالات الفعل بهاي الرسم البسيطة التو والدو والمودلز واليو بعديهم فعل انا ايدها مرة تانية التو ما نذكر حرفي الأو التو والدو والمودلز واليو بعديهم فيرب التو والدو اللي هم دو وضز ودد والمودلز اللي كانوا كدوا وين لو ودوا وشلوا وشد واليو اللي هو الفاعل بعديهم فيرب الآن نقطة رقم سبعة نقطة رقم سبعة بعد كلمة تو وفري وسو وكلمة كويت بستخدم أدجكتف You are very in English قبل الفراغ في كلمة very معناته الحال بدي يكون هون عندي adjective تعالنا نحلل الكلمات هاي الكلمة انتهت ب-ly تعتبر ظرف هاي الكلمة انتهت ب-nt تعتبر صفة و-nc تعتبر اسم والحال شو بدي يكون كلمة profession حالة رقم ثمانية verb to be شو هم الverb to be am is are was were be verb to be am is are was were be قبلهم إذا كان الفراغ قبلهم الحل noun اسم وبعدهم الحل adjective صفة نعيدها مرة تانية verb to be am is are was were be قبلهم noun وبعديهم adjective يعني صفة المثال سارة is لاحظوا عندي is وبعديها فراغ الحل بدي يكون adjective هنا صفة تعالنا نقسم الكلمات هاي الكلمة انتهت ب-nt تعتبر صفة هاي الكلمة انسى اسم و-dependent بدي تكون فعل بما انه في عندي is والقاعد يتحكي لي بعد ال-is بدي أستخدم صفة في الحل بدي يكون كلمة dependent رقم تسعة بدها شوي التركيز اللي هي صياغ المقارنة صياغ المقارنة والتفضيل باللغة الإنجليزية تعتبر ثلاث صياغ واحد اثنين ثلاث الصياغ الأولى more or less فراغ than more or less فراغ than the most or the least فراغ و-as as نعيدهم more or less فراغ than the most or the least فراغ as as بس تخدم adjective بشرط يكون لدينا بي قبلهم بي قبلهم شو يعني بي أم is or was or where ماشي؟ ناخد مثال سارة is more في عندي هون more وفي عندي هون than فالحل بدي يكون adjective لأنه عندي هون ايش؟ is مثال او نقسم الكلمات هاي الكلمة انتهت بايون تعتبر اسم وهاي الكلمة انتهت بly تعتبر ظرف والكلمة انتهت بive تعتبر صفة وهاي الكلمة بتصفي فعل في عندي more وعندي than الحل adjective لوجود الـ is لو ما كان فيه is هون الحل بدي يكون ly الان نقطة رقم تسعة اذا شفت الكلمات التالية بستخدم بعديهم adjective يعني صفة المثال عندي قبل الفراغ كلمة بعدها بستخدم adjective تعال نقصها من الكلمات هاي الكلمة انتهت بly تعتبر ظرف لو شنا الـ y كلمة انت تعتبر صفة وانس معناته اسم معناته الحل بدي يكون عندي prominent رقم عشرة الس الملكية قبل هاناون وبعدي هاناون او الـ of قبل هاناون وبعدي هاناون الس الملكية قبل هاناون وبعدي هاناون والـ of قبل هاناون وبعدي هاناون المثال ذا فراغ of our family is noticeable عندي هون of والقاعد بتحكي للـ of قبل هاناون وبعدي هاناون تعال نشوف مين الناوم من هاي الكلمات هاي الكلمة انتهت بـ y تعتبر ظرف هاي الكلمة فيها full تعتبر صفة هسه كلمة success هاي ضروري جدا نحفظها success تعتبر اسم و succeed تعتبر فعل معينها بتنتب ايدي عرفات فراغ has gone so far بنطلع قبل الفراغ في أس الملكية أس الملكية قاعدتها بعدها noun دعا نقسم الكلمات هاي الكلمة ال-y تعتبر ظرف هاي الكلمة i-t-y تعتبر اسم وال-l صفة وال-ise فعل والحل هون شو بدي يكون عنا؟ ideality نقطة رقم 11 a و an و the بعديهم noun مثال the فراغ in jordan needs a lot of effort قبل الفراغ في عندي ذا معناته الحل هون اسم تعال نقسم الكلمات هاي الكلمة انتهت ب-y تعتبر ظرف هاي الكلمة فيها a-l al يعني صفة و-agriculture u-r-e اسم والحل هون شو عندي agriculture رقم 12 this وخواتها هي أدوات الإشارة this و that و these و those بعديهم noun اسم نقرأ جملة this فراغ has a very good dialect هون في عندي this معناته الحل noun نقسم الكلمات فيش ظرف في عندي ed صفة ال-or اسم بتصفها هاي الكلمة فعل والحل عندي هون اياش اسم نقطة رقم 13 حرف الجر حرف الجر بعدي اسم للتبكير احرف الجر اللي همه in on into into at of with without next to لاحظوا كلمة next to below under behind by from beside بعد هاي الكلمات بستخدم noun المثال in interviews don't start with قبل الفراغ في كلمة with إذن هون الحل noun تعال نقسم الكلمات عندي هاي الكلمة ed صفة ال-ion اسم وصفها هاي الكلمة فعل بما أنه عندي حرف جر with معناته الحل اسم قاعدة رقم 14 قاعدة رقم 14 شو بتحكي المحددات اللي هم few of you little a little some each every a lot several much money no and any and a lot of بعديهم هدول now إذن بعد المحددات بستخدم اسم المثال التالي there is some عندي هون كلمة some الحل بدي يكون اسم تعال نقسم الكلمات هاي الكلمة فيها ايون تعتبر اسم هاي الكلمة فيها ايدي تعتبر صفة وهاي الكلمة فعل بما انه عندي some وصم من المحددات اللي موجودة بالأعلى معناته الحل شو بدي يكون اسم نقطة رقم 15 اللي هي ضمائر ملكية شو ما ضمائر ملكية الماي والأور والهز والهير واليور والذير والأتس برضو بعديهم نوم مثال our فراغ is very successful قبل الفراغ في عندي كلمة أور معناته الحل هون بدي يكون نوم تعال نقسم الكلمات هاي الكلمة انتهت ب الواي تعتبر ظرف كذا شرنا الالوان من الكلمة بتصفي هاي الكلمة صفها والأيوان تعتبر اسم وهاي الكلمة بتصفي فعل بما انه في عندي أور الحل اسم وان الاسم كلمة education في طبعا ملاحظات عابرة أو سريعة جدا الرقم أي رقم بالدنيا بعدي اسم اليس ونو بعديهم اسم بدنا نحكي ملاحظة احيانا الاشتقاقات باعتمد على معنى الجملة يعني في اللغة الإنجليزية تعتبر لغة فيها كثير من الحالات الخاصة والحالات الشاذة فأحيانا ما بزبط القواعد اللي حكناها لكن نشو الله 95% لا 99% ممكننا نطبق قاعدة الاشتقاقات انتظرونا في الفيديوهات القادمة راح تشوفوا اشيء اغرب من الخيال ويعطيكو ألف عافية اشتركوا في القناة